بسم الله السلام عليكم كيف حالكم أيضا الصف الثامن كنا مع درس المفعول المطلق والآن وصلنا إلى تدريب رقم أربع الذي يقول ميز المفعول المطلق عن غيره فيما تحته خط مما يأتي أحببت استشارة صديقي في إحدى المسائل أحببت أنا استشارة إذن هو مفعول به منصوب وليس مفعول مطلق استشرت الطبيبة بشأن إعادة صرف الدواء استشارتين لاحظ بأن المفعول المطلق يكون هناك فعل من نفس الصنف ثم يذكر المفعول المطلق فهذا مفعول مطلق الآن دار المتصابق حول الملعب دورتين إذن هذا مفعول مطلق عقد المركز دورتين أفعول به زرت دار جدي هذا الأسبوع زيارتين مفعول مطلق إن زيارتين لدار جدي هذا الأسبوع كافيتان هنا اسم إنا وليس مفعول مطلق ننتقل الآن إلى تدريب رقم خمسة يقول لك اجعل كل مما يأتي مفعولا مطلقا في جملة مفيدة إكراما اجتهادا نجاحات وقوف الواثقي سجدتين حنين المسافر عليكم حل هذا التدريب بأنفسكم وأريد له صورة أيضا تقوم بإرسالها لي حتى أتأكد من صحة إجاباتكم الآن تدريب رقم ستة يقول لك بيّن نوع المنصوبات التي تحتاخط فيما يأتي أحترم القانون احتراما إذن مفعول مطلق قمت احتراما للضيف أنا لماذا قمت احتراما للضيف مفعولا لأجله يستحق عامل الوطني الاحترام والتقدير مفعول به يستحق عامل الوطن ماذا الاحترام إن احترام الصغير للكبير واجب هنا اسم إنه ليكن احترامنا الآخرين احتراما نابعا من قناعاتنا بأهمية قبول الآخرين هنا ليست مفعول مطلق إنما هي خبر يكن وهو المضارع من كان الآن لدينا نموذج في الإعراب يحترم الأردن حقوق العمال احتراما شديدا يحترم مفعول مضارع مرفوع الأردن فاعل مرفوع حقوق مفعول به منصوب وهو مضاف والعمال مضاف إليه مجرور احتراما مفعول مطلق منصوب الآن هو يريد مننا أيضا فرع بأ مثال آخر يريد مننا في سؤال رقم 2 فرع ألف أن نعرب ما تحته خط فلينظر الإنسان إلى طعامه أن ناصب ابن الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا الآن صبا وشقا كلاهما مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره دعوني أكتبها هنا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة هذا الإعراب لكلا الجملتين دعونا نضعه هنا الآن هنا لدينا فرع بأ استقبلنا اللاعبين الفائزين استقبال الأبطال استقبلنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع وضمير الرفع ببني في محل رفع فاعل اللاعبين مفعول به منصوب بلياء لأنه جمع مذكر سالم استقباله مفعول مطلق منصوب على مطلق الفتحة في فرع جيم أخرج فعل ماضي مبني على الفتح سعيد فاعل مرفوع على مطلق الفتحة المسرحية مفعول به منصوب على مطلق الفتحة إخراجا مفعول مطلق منصوب على مطلق الفتحة أو متقنا نعت منصوب على مطلق الفتحة قوموا بحل هذه التدريبات ودمتم بألف خير